ورجعنا لكم بعد الفاصل ومعنا أستاذة ناني رفعة أخصائية التغذية أهلاً يا أستاذة ناني أهلاً يا أستاذة ناني عاملة إيه؟ نورتينا ونورتي الستوديو ونورتي كناة الصح والجمال عايزين نعرف من حضرتك إيه العادات السليمة والغير سليمة عشان نستك والأكل الصحيح ده موضوع كبير أغنيش بصي العادات السليمة في عادات كويسة وصحية إحنا بنعملها وفي عادات خاطئة العادات الخاطئة من أول هكده ثلاث حاجات الثلاث حاجات دول دي العادات الغير سليمة بالأكل الصحيح نبعد عن الثلاث حاجات لونهم أبيض القرص السكر الملح الثلاث حاجات دول تقللوا بقينا في عادات إيه كويسة شوية يعني الثلاث حاجات نقللهم الدنيا تبقى صحية أكتر طبع السكر أيوة الملح أيوة والدقيق والدقيق أربع حاجات كده أربع حاجات ولا ثلاثة أربع حاجات طيب ممكن نعرف ونعرف المشاهدين إيه البديل أهو مش معقولة هنستغنى عن السكر أو الرز أو لا بديل كل واحد سهل جدا بديل السكر حاجات مفيدة عسل النحل السكر بتاع الفكهة فيه سكر جوز الهند فيه السكر الضايد دي أول حاجة للسكر سكر ضايد سكر فكهة سكر جوز الهند وعسل النحل طبعا طبعا رقم واحد العسل النحل لأن فوائده كمان كبيرة جدا والسكر المستخلص من الفكهة برضو فوائده حلوة جدا يعني سكر النحل رقم واحد سكر فكهة ويا ليه بقى الضايد والجوز الهند طيب طبو بالنسبة البديل الملح الملح فيه ملح اسمه الملح اليود الملح اليود ده هو ملح البحر الملح ده ملح سحي موجود في مصر فيه بقى اتنين مش موجودين في مصر ايه هم ممكن نعرفهم موجودين برا مصر زي الملح المستخلص من نبات القرفس اسمه ملح القرفس الملح التاني اللي هو ملح الهاملايا ده برضو يا منشاقه امريكا ومش موجود في مصر مش موجود طب لكن ملح اليود موجود في مصر او وصحي جدا طيب بالنسبة للدقيق ايه بديل الديق الابيض بقى عشان ده في العيق يعني في الخبز وفي حالات تتسير عندنا انواع كتير جدا عن متع بيتنا دقيق عندنا دقيق شوفين عندنا دقيق اللوز للحلويات عندنا دقيق ايه تانين دقيق الاصمر عندنا دقيق الاصمر اللي هو القمح الكامل ده اللي بيتعمل منه ليش يعني مش بيبقى انه خالة مع البذرة بيتحنوه مش بيقرروه ده بيبقى صحي جدا ومش بيع جدا تمام ده صحي جدا طب في عشبذرت تاني في دقيق جزه ده على فكرة اه لا ده ده بقى منيجي نعمل للحبوب يعني منيجي نعمل كده بيت زوتها نحط له شوية الحبوب ده بتدينا طيب ده كله بديل في حاجة تاني اه بديل بقى احنا تكلمنا عن اربع حاجات اه رز الأرز الروز بقى بتاعنا عندنا شوفين بيتاكل عندنا الفريق مفيد جدا بدل الأرز طبعا الفريق بدل الأرز اه عندنا اي تاني البرغل عندنا الأرز البسمتي فكل ده فكل حاجة بدل السموم اللي كلها بتسمى اصلا السموم البيضة السموم البيضة ليها بدائل لازم نستعرفها وحاجات مفيدة عشان الأكل يبقى صحي ونبقى أكتر صحة يعني عشان يعني يبقى الحياة جيدة والصحتنا كويسة لازم نبدل السموم البيضة بحاجات مفيدة وهلسي أكتر طبعا فدي بقى كل الحاجات الهلسي طيب بالنسبة لبقى الفاست فود اللي لولاك كلهم طول النهار عايزين مكدونالز كنتاكي من وجهة نظرك نعمل إيه في الحكاية بس دي الفاست فود بيتقسم لثلاث حاجات معجنات زي البيتزا والهامبورجر والمقليات بس في مقليات بنعملها في البيت بقى دي ثلاث الحاجات الخاطئة الخاطئة أول حاجة البيتزا إحنا لو عملنا البيتزا في البيت بأي نوع من أنواع الديق بتاعتنا بتبقى جميلة اللي احنا قلنا عليها الصحية دي الشفان دي اللوز الدقيق اللي احنا اتكلمنا عليه ده هنيغبس بالبيتزا بتاعتنا في البيت وكمان بقى نزودها بقى شوية بروتسينات كده من البيت مش باسترما ومش هودوغ ومش الحاجات دي لا بقى لحمة مفرومة في البيت فراخ لو الولاد بيحبوا الفراخ تونس ألمون فيعني البيتزا بقى متكاملة متكاملة وصحية وصحية الهامبورجر بقى مش هجيبه بقى في البيت من الشارع ومش هارفة نعمل لا هي عبارة على اللحمة بتاعتنا مع البرغل اللحمة بتاعتنا مع الفوليسوية بقى بورجر في البيت ونعمل بيه في البيت ده احنا ممكن نعمل بيك تاستي وبيك ماج وكل حاجات اللي هم عايزينها الأولاد ممكن تتعامل في البيت بطريقة صحية وأنظف طبعا الفراخ بدل ما هنيقلي فراخ هنعمل على الجريل أو في الفورق وحاجة صحية معاملينه في بيتنا بزيت مش كل شوية ما هيزيد بقى المدرجة دي نتكلم فيها بقى تاني اه طيب انت قلت ثلاث حاجات البيتزا والبرجر البيتزا والبرجر والمقليات طب بديل المقليات عايعملون هنعمل ايه في الفست فود بالنسبة للمقليات ما أنا قلت لك المقلي بقى ممكن نعمله على الجريل ممكن نعمله في الفرن مش شرط بقى نقلي يعني لما نجرب الحاجة متتبلة كده في الفرن وكده بتبقى أحلى من احنا نقليها أو احنا مش عايزين بقى نقلي بلاش القلي في حاجة تانية الزيت مسحي القلي نفسه مسحي ما هو بقى دي مرحلة تانية الثمنة المهدرجة والزيوت المهدرجة الغير صحيحة الثمنة المهدرجة بدلها الصحية اللي الناس معترف بيها الثمنة البلدية بتاعتنا الثمنة المهدرجة بقى عندك بديل بقى زيت عندك زيت الكتين زيت الزتون عندك زيت الجوز الهند الزيوت دي كلها فيتامينات وفوائد عيل عندك زيت عباد الشمس وعندك زيت الدورة كل الحاجات دي صحية فمش دروني نروح للمهاضرة بالنسبة للأكل البيتي كله صحي ولا مش كله واللي مش كله هنخليه صحي ازاي هو الأول نتكلم عن الأكل الصحي وبعدين نتكلم عن الأكل الأكل الصحي بتاعنا في البيت هو كويس عشان احنا بنبقى عارفين مصدره غسليينه كويس قدرواتنا بالقل كل ده بقت حاجتنا صحية طب ايه اللي بنخليه بقى مصحي اه اللي بنخليه مصحي ان احنا بنستخدم مقارونا بنستخدم الرز بنستخدم المقارونا كمان كترها مش حالو لان بتحول لسكريات في الجسم اه هي بتحول لسكريات مع الرز مع العيش طب هنعمل ايه طب كلنا بنكل عيش لا مفيش مشكلة نكل عيش بالقمح الكامل هنكل عيش بدقيق عاملينه في البيت تمام دي شوفان كده محبة زرة الكتاني اللي انت قلت عليهم بقى خبز مشبع وطعمه بجد طحفة وصحي وصحي الرز وقلتلك بدايله في الاول خالص مجموعة الرز هنمتع ولادنا بيه عندنا افريق والبرغل كل ده يبقى تمام جدا كل ده يبقى تمام تمام ده الاكل الصحي عشان نعيش حياة سليمة وعادتنا كلها تبقى سليمة والمقارونا لما نزود لها خضروات هتبقى تمام وفي مقارونا صامرة على فكرة ودي صحية جدا المقارونا الصامرة بيقولوا انها صحية جدا جدا واي هايبر كبير هتلاقيها فيه كل الحاجات دي موجودة في الهايبر طبعا كل الحاجات الصحي موجودة في الهايبر يعني يروحوا على الهايبر على طول واحنا ماشيين مش شرط نخش بقى لغير صحي لا نخش صحي ونشتري كل عاجد عشان طيب بالنسبة للناس عايزين نعرف الناس ازاي نمد أكسامنا بالطاقة أولا وأخيرا الميا أولا وأخيرا الميا فوايد الميا كبيرة جدا لازم الناس يعني تنصحيهم بايه بوسي أنا هنصحهم بالميا وخضروات وفكه آه يعني ميا وخضروات وفكه يعني احنا مدينا أكسامنا دي أكسامنا بالطاقة آه يا سلام على الفلفل للألوان بألوانه الأغدر والأحمر والأصفر هتحميكي أنمية هتحميكي من كانسر هتحميكي من فوايده عالية جدا الجذر احنا بنقول الجذر بس للنظر لا 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 أبدا الجذر مش الله يمسك محارب قوي للمرضى السلطان خلايا الجسم السمومة اللي بتنشط بعد الشر علينا يعني السموم والكنسر بتبطلها الجذر الجذر طيب بالنسبة الفكهة الفكهة بقى الفكهة اللي بيتاميناتها عالية كل طبعا الفكهة في فكهة بتضرنا شوي بس احنا بنحبها يعني المنجة المنجة اتفقنا عليها أنا ويند أملاح وسكريات اه طبعا بس بنحبها بس ايه احنا مش هنمنع منها لكن ممكن ندخل معها موز الموز يعني بوتاسيوم مغنيسيوم حديد بصي عايزة أقولك بيحسن الحالة النفسية أستاذة رانيا مش قادرة أقولك والله العظيم اه كمان بيحفز على الجسم يعني الموز بيحسن الحالة المزاجية طبعا جدا اه بيحفز على الجسم يا سلام لما تتيجي كده عايزين نخسر وزن ونأكل كده بنانا الصبح بتدينا نظارة بتدينا طاقة زي ما انت حضيك قلت السؤالك في الأول يعني والخوخ الفراولة الفراولة دي جميلة فيتامين سي للأطفال يعني يبقى احنا بننصح الناس رقم واحد بالمية شرب المية اه كتير انا لازم حلقة عشان نتكلم باستفادة لفوائد لفتامينات خضار وفاكهة مش الله ربنا يعني احنا عايزين حلقة كاملة من حضرتك نتكلم في عن الفتامينات كلها وكل الخضار بفايده بان دي فاكهة كتير طيب المية طبعا هنقول تاني اولا واخيرا اولا واخيرا المية اه الفاكهة الخضروات اه مكسرات بقى المكسرات فيتاميناتها عالية جدا والدهون بقى دي الدهون الصحية والله دي الدهون الصحية يعني عين الجمل اللوز يعني دي دهون صحية ربنا خلقنا احنا اللي بندور نفسنا احنا اللي بندور على العادات الغير سليمة عشان نمشي وراها ما ان عندنا البدايل موجودة في كل حتة يعني ربنا خلقها خلق لنا كل الحاجات اللي احنا نستفيد منها وفي الاخر سليمة لنا وبتمد اجسامنا بالطاقة اه طيب يبقى في النهاية بنشكر حضرتك على وجودك معنا انت زلونا في الحلقة القادمة ان شاء الله